بتدور على بديل سيستون اقراس عايز حاجة طبيعية تخلصك من عدوى المسالك البولية وتخلصك من حصوات الكلا والمسانة وفي نفس الوقت في كفاءة سيستون اقراس كل ده هتلاقيه في منتج طبيعي موجود في صدلية اسمه سيستينول كابسول سيستينول كابسولات من الحاجات المميزة جدا اللي بتحتوي على الخلاصة السوليداجو اللي هو عشبة عصى الذهب والعشبة دي سيدي عشبة وميزة في التخلص من حصوات الكلا والمسانة والتهابات وعدوى المسالك البولية وده انها بيحتوي على مواد فعالة قوية جدا زي مادة اليو كاربوسيد ومادة الفينول جليكوسيد والمادتين دول حيمنعوا تكوين البلورات اللي بتكون الحصوات فبالتالي مش هيبقى فيه تكوين للحصوات البولية او حصوات الكلا والمسانة وكمان هتقلل الالم الناتج عن الحصوات كمان بيحتوي على مادة الصابونين المادة الصابونين الموجودة في العشبة دي هتقلل الالتهابات ويعتقضي على البكتيريا وفي نفس الوقت كمان هتخلصك من المغس الكلوي فاس نول كابسول ما حاجات مميزة جدا لو انت عندك حصوات في الكلا والمسانة هيبقى فعال جدا في التخلص منها كمان موجود مادة اليوكاربوسيد والفينول جليكوسايد حيبقى لهم تأثير مضر البول وحيزودوا اضرار البول مادة الصابونين كمان هيبقى لها تأثير مضادة للبكتيريا وكمان التخلص من المغس الكلوي وجرعة الكابسولات البلغين كابسولة بعد الاكتات مرات مع كبايتين مياه كبار ناخد بالنا بس ان اصحاب الامراض المزمنة وخصوصا امراض الضغط والسكر يستعملوا الدواء بحذر وتحت اشراف الطبيب المختص وبلاش استعمال الكابسولات دي للمرضى اللي عندهم قصور في وظائف القلب وقصور في وظائف الكلة ستنول كابسول من الحاجات اللي ميزة جدا اللي ممكن يتم وصفها مع علاج الطبيب المختص من خلاص مكونات طبيعية فيه التخلص من الرمل اللي على الكلة التخلص من حصوات الكلة والمسانة التخلص من الاملاح كمان مطهر لمجرى البول وبيعالج عدوى المساكل البولية لانه ليه تأثير مضاد للبكتيريا وممكن استمر على الكابسولات دي اسبوعين بدون اي مشاكل خالص لكن زي ما قلنا ان اصحاب الامراض المزمنة يستعملوا كابسولات بحذر وتحت اشراف الطبيب المختص بسنو الكابسولات اللي عبوا وشرتين سعرها عامل ستين جنيه يارب الفيديو يكون عجبكم يارب تكون سفادتم استنوني فيديوهات تانية كتير صلى الله عليه وسلم